هون كان فيه خلاف كبير بنادي الشانفيل لأن الشانفيل كان ممول من طيار الوطني الحر بمبادرة مني أنا مع الجنرال عون ما قبل الرئاسي لما الجنرال عون تحنن علينا ونحن محاربين الأقطاع وتحنن علينا وأقطاع مع صهر وسلمه أنا قبل كنت على خلاف لأنه هني كانوا حطين رئيس الاتحاد الحالي رئيس فخري لنادي الشانفيل وكنا على خلاف قاطع بكل مجالات قلت الصهر وانت قدت الطيار من وراء الصهر وهون ما بنبين أنه هون وقت صار الخلاف أنا بعدت له مسيج وهو ما جاوض وبيتصلوا فيه وقت قلت بكل أعلام بيتصلوا فيه من المركزية طبع الطيار بيقولوا لي حولناك على المحكمة الحزبية مبارشو سبيت البنت اللي تألفنت مع أنه حرام مخصة وسبيت له الطيار وسبيت له جبران باسيل وسبيت كل العالم وطلعت معي شام حداد بيه ما بارف أي حلقة وطلعت 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 وحكيت اللي بدي أحكيه عرفته و... بس ليش متهمينك أنه كنت طالب منصب بالطيار ولما رفضوا يحو 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 موجود 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 مش هو هو وأكبر منه وأصغر منه بتحديهن يقولوا أنا طلب منصب أو لألي أو لحدا بيخصني أو أي خدمة لحدا بتحديهن على هوا إذا عندهم شي يقولوا بتعرفي الناس بدي تحكي اشتركوا في القناة